بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم هب مسيئنا كرامة لمحسننا وهب طالحنا كرامة لصالحنا وهب مقصرنا كرامة لعاملنا هبنا كلنا لساعة جودك ومغفرتك يا واسع الجود والمغفرة يا جابر القلوب المنكسرة بفضلك اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واجعل عليك توكلنا واعتمادنا وولي أمورنا أخيارنا ولا توليها أشرارنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين على القوم الكافرين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك اقتلهم بذدا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا وآلنا فيهم يوما أسودك يوم فرعون وقارون وهامان وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين واكتب الظفر والفرج لإخواننا المستضعفين اللهم آوي كل مشرد وأطعم كل جائع واكسوا كل عاري وأمن كل خائف وأغني كل محتاج يا أرحم الراحمين يا الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شهر محرم الحرام غرة العام الهجري الجديد أسأل الله تعالى أن يجعله عام فرج وظفر ونصر لأمة الإسلام آمين ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هجرة النور أيها الأخوة الكرام الهجرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لا تزال إلى اليوم قائمة الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى كان لنا هجرة هي فرض من فرائض الإسلام انتهت بفتح مكة وهي الهجرة إلى المدينة المنورة من سائر بقاع العالم أي إنسان يسلم يجب عليه أن يهاجر فمن أسلم في مكة هاجر إلى المدينة ومن أسلم في الطائف هاجر إلى المدينة ومن أسلم في دوس هاجر إلى المدينة وهكذا كلهم يهاجرون إلى المدينة حتى الذين كانوا في الحبشة هاجروا إلى المدينة انتهت الهجرة بفتح مكة المكرمة بفتح مكة المكرمة فتح لنا العالم إذ كانت حجر الأثرة لأن الناس كلها تدين بالولاء لمكة فلما صارت مكة بيد المسلمين لا حاجة بعد ذلك للهجرة فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لكن الهجرة في سبيل الله للدعوة إلى الله الهجرة في سبيل الله ابتعادا من دار الفتن والمحن التي تعصف على الإنسان والتي تهدد حياته أو تهدد شرفه وعرضه أو تهدد دينه لا تزال قائمة ونحن نعيش في عصر نرى المسلمين قد هاجروا هجرة عظيمة من بلاد الإسلام إلى بلاد أخرى فما هو تطبيق واقع الهجرة النبوية الشريفة وما هي دروسها للهجرة الجديدة على الإنسان إذا أراد أن يهاجر أن يجعل هجرته في سبيل الله وأن ينولها نية لا أن يترك دار الإسلام وهو ليس فيها خطر لا على دينه ولا على عائلته ولا على شيء من حياته إنما يذهب يبحث عن الترفه ويبحث عن ملذات الحياة الدنيا فليحذر هؤلاء أن يتركوا بلاد المسلمين ويذهبوا إلى بلاد غيرهم بحثا عن متاع الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من من يقيم بين ظهراني المشركين لكن من اضطرته عواصف الدنيا إلى الهجرة ولم يجد بلدا مسلما يؤويه فليهاجر مع شروط وعليه أولا أن ينوي أن تكون هجرته في سبيل الله من شأن الهجرة في سبيل الله أن يتحمل المسلم كل ما يلقاه من تعب ونصب وضيق وهم ويحتسب ذلك كله في جنب الله تعالى صحيح أن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة كما ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا أما الهجرة يعني غير هذه الهجرة فهو باب لا يملك أحد أن يغلقه وهو قائم من قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبحثته كان قائما مع إخوانه الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام والدعاة الأوفياء لدينهم ولم ينتهي هذا الأمر بفتح مكة ولا حتى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة نعم لأن مكة أصبح دار إسلام يعني يأمن فيها المسلم على دينه ونفسه وعرضه وماله في عصرنا هذه تضاعفت الهجرة من بلاد العرب والمسلمين إلى بلاد الغرب مضاعفة مخيفة هروبا من القمع والاستبداد وربما التماس للأمن أو رغبة في نشر رسالة الإسلام فهناك دعاة ذهبوا إلى تلك البلاد فقط ليدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وقد كان على يدهم خير كثير وأسلم على يدهم العشرات وربما المئات وربما الآلاف وقد هاجر رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه من مكة إلى المدينة وقام في هجرته من الأخذ بالأسباب والاتساق مع سنن الله تعالى بما لو كان أحد أولى بالاستغناء عنه ولكن كان هو عليه الصلاة والسلام لكنه استنفذ كل وسيلة بشرية يمكن أن تأخذ فلم يترك ثغرة ولا أبقى في خطته مكانا يكمله بالذكاية وبالفطنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وتحمل الأذى وتحمل الحصار وتحمل كل شيء تعب أوذية توفيت زوجته توفي عمه قتل أصحابه المقربون وحوصر حتى أكله وأصحابه أشجار الأوراق الشجر بل الصحابة أكلوا الجلود جلود الميتة إلى هذه الدرجة وصل بهم الحال رضي الله تعالى عنه كل ذلك استنفذه قبل أن يهاجر أما أن يأتي إنسان مرتاح في بلده ثم يذهب ويهاجر إلا إذا كان يقصد بالهجرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا تقول النبي هاجر مباشرة النبي استنفذ كل الطرق ولما لم يجد مكة بيئة مناسبة للدعوة بعد ثلاثة عشر سنة من الصبر أنت إذن هاجر إلى المدينة ولهذا فإن للمهاجرين المعاصرين في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا لا تنتهي من ذلك أولا تحقيق كون الهجرة في سبيل الله اجعل هجرتك في سبيل الله فقد كانت هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه كانت في سبيل الله فقد خرج من بيته مهاجرا بدينه مقيما لدولته الجديدة مكملا تبلغ رسالته التي كانت في مدينته ولم يكن لأي شيء دون ذلك وهناك في عصرنا من يهاجر للمتاع الزائل وللأنس الذاهب بل هناك من يهاجر للمعاصي وللإشباع الغرائز الشخصية وهناك أيضا من يهاجر في سبيل الله يستأنف السبيل وليكمل الرسالة وليحقق الغاية ويهب حياته ووقته لدينه ولأمته ولهذا فإن تصحيح النية وتجريد الإخلاص لله تعالى وحده قبل الهجرة وأثناءها وبعدها مهم جدا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة حيث أنه يعني هذا أمر مهم جدا عندما هاجر من مكة والمدينة لم يغير ولم يبدل ولا بدل أصحابه ولا غيروا إنما بقوا ثابتين على دينهم متمسكين بأخلاقهم فبقيت الثوابت ثوابت ومن يفعل ذلك فقد وعده الله تعالى بوعود طبعا يلمسها كل مهاجر في سبيل الله ويجد أثرها في نفسه وماله ودينه قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يعني الله تعالى وعد بالساعة والمراغم بفتحه إذا أردت أن تهاجر وكانت نيتك خالصة سترى كيف يفتحها الله تعالى بوجهك ومن نتائجها وجزائها بالإضافة إلى الساعة والمراغم التبوء الحسن في الدنيا والأجر الخير في الآخرة قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فانظر كيف وضعت هذه الآية الكريمة شرطا واضحا للهجرة وهو في الله ثم بينت الأسباب الظلم والفتنة في الدين وبينت المنهج وهو الصبر والتوكل على الله تعالى فكانت النتيجة المنتظرة لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر هنا مثال قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية مثلا من العراق داعية هاجر خارج العراق يرجع دائما يذهب إلى أفريقيا ويرجع الأستاذ أبو بلال الأستاذ وليد الحافظ أسأل الله تعالى أن يحفظه ويبارك بعمره رجل اقترب من الثمانين عاما هاجر إلى أفريقيا بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأفريقيا فيها أديان عشرات وربما مئات من الوثنيين أو غير الوثنيين بهذا العمر ذهب لا يملك إلا تبرعات قليلة الناس تتبرع بها الرجل ليس ذا مال يعني ففتح الله تعالى عليه ورزقه خير الدنيا والآخرة إذا ذهب إلى دولة قد يستقبله رئيس جمهوريتها لما رأى من أثره من بناء جامعات وبناء معاهد وأسلم على يده آلاف من الناس وبنى من المدارس والمعاهد ودور الفقراء وحفر آبار في القرى النائية فتح الله تعالى وجد أمامه فتحا عظيما يقول له يقول حتى صرت أستحي من الله أقول ما هذا الاستقبال كأن ما استقبال فاتحين أو استقبال رئيس جمهورية الصدق والذي جاءه الوعد الإلهي وأنا سمعت منه شخصيا ليس بواسطة يعني جلست معه شخصيا الرجل ما شاء الله عليه سواء الله تعالى اقترب من الثمانين لكن عنده همة يعني همة الشباب هذه هجرة في سبيل الله سواء الله تعالى ليبارك في عمره من الواجبات التي تجب على المهاجرين التمسك بالثوابت وليس الذوبان والميوع مع المجتمعات الجديدة مع الأسف هناك كثير من المهاجرين يهاجرون من بلادهم لكن يعني يتحللون عن دينهم يمرقون من دينهم يذوبون في المجتمعات الجديدة بينما بعض المهاجرين أبدا لا يخطر في بالهم ولا يدور في خلدهم أنهم سيتحللون من دينهم وأخلاقهم بل سيبقون ثابتين هذا صنف هذا صنف لكن مع الأسف ونتأسف ونتألم من الذين يذوبون في المجتمع الجديد هم وأبناؤهم يعني أخلاقهم تتغير آداتهم تتغير أعرافهم تتغير بل هناك أمور يعني في صميم الدين تتغير وتتبدل لباس النساء والبنات تجد اللباس الضيق وتجد ترك الحجاب مع أنها كانت محجبة عند أهلها والرجل زوجها ربما من عائلة محافظة لكن تماشيا مع المجتمع وتميعا مع الثقافة الجديدة وهذا من الفقد للهوية والدين ومن المحاذير التي يجب على المسلمين الحذر منها إذا هاجروا إلى بلاد غير بلادهم وأرض غير أرضهم يعني في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عبرة وعظة حيث أنه لم يغير ولم يبدل ولا غير أصحابه ولا بدلوا إنما بقوا ثابتين على الدين والتمسك بالخلق العظيم ويعني لا بس أن تكون هناك مرونة في المتغيرات التي هي العادات العراف لكن بما لا يخالف أصول الشريعة ونصوصها ولا يهدم مقاصدها لا يهدم أي مقصد من مقاصد الدين يعني نحن عندنا مثلا إذا رأينا صاحبا ندعوه تفضل معي على الطعام تفضل أنت ضيف كذا ربما يذهب إلى في بلاد لا توجد هذه العراف ليس من العيب إذا لم تدعو صاحبك إذا ما تعزمه تقول لتفضل تقول شو تقول عليه الناس صديقة وقبل باب ما يقول استريح إنت ربما تروح إلى بلد ما تقول استريح مو عيب عليك هما ثقافتهم هذا الشيء لا يوجد مشكلة لكن أن يؤثر على دينك وعلى أخلاقك وعلى لباس نسائك وعلى حفاظك لا هذه مشكلة كبيرة لا شك أن التمسك بالثوابت والأخلاق هو من شروط الهجرة فمن غير أو بدل أو فرط في ثوابت دينه فالواجب عليه أن ينتقل من هذا البلد مباشرة وإن أنس من نفسه ذلك قبل الهجرة فلا تجوز له الهجرة أصلا يعني إذا كان عنده إذا علم بأنه سيبدل وسيتغير تحرم عليه الهجرة أبدا فلا يتصور أن نستغيث من الرمضاء بالنار نحن نخرج من دار نخاف أن نفتنى نخاف على أنفسنا وأموالنا ثم نذهب إلى ديار نخاف على أعراضنا نحن نريد أن نأمن على أدياننا وأموالنا نذهب ونضيع أعراضنا ما فعلنا شيئا بالعكس العرض أغلى من الدم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراقع على جوانبه الدم فلا يجوز أن ننتقل من مجتمع سيء لسوء الأمن إلى مجتمع في سوء الأخلاق ما فعلنا شيئا ثالثا يجب تحقيق هدف من الهجرة تحقيق هدف يعني هي ليست كهجرة الحيوانات الحيوانات تهاجر بحثا عن أن يكون هناك تصحر وتجدب تهاجر الحيوانات بحثا عن طعام لا تجعل هجرتك كهجرة الحيوانات تذهب فقط لتجد طعاما يجب أن يكون لك هدف من الهجرة يعني منذ وصول النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة لم يأل جهدا في تبليغ الدعوة وتوصيل الرسالة وإقامة الدولة حيث صنع مجتمعا مسلما مثاليا وحقق به النصرة للدين والسلامة للبشرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعني قضى أولا بالمؤاخات بين المهاجرين والأنصار ثم بناء المسجد ليبين لنا بأن بناء الإنسان قبل كل شيء ومع هذا يعني تجد كثيرا من المهاجرين في زماننا هاجروا لا لهدف يحقق إنما كانت هجرتهم تدميرا لما تبقى لهم المكانيات ومقاومات يعني يؤدون بها رسالتهم ويحيل بها دينهم فتجدوا النزاع على أشده وتجدوا البحث عن الدنيا وتجدوا الملذات حتى نسوا قضيتهم التي يعني ربما خرجوا من أجلها فلا هم نصروا دينا ولا هم أغاضوا عدوا ولا هم أسعدوا صديقا ولم يفلحوا في الدنيا ولا في الآخرة صاروا يذكرون إذا ذكروا ذكروا بالذنب وذكروا بنقص الشرف وذكروا بنقص الغيرة الهجرة أيها الأخوة يعني ولنجعلنا نقطة رابعة يجب أن تكون وفق رؤية واضحة ويكون عند المهاجر خطة مرسومة أن تهاجر أولا أن تخطط أن تحفظ دينك أول نقطة أن تخطط أن تحفظ جيلك الأول وجيلك الثاني والأجالة التي يعني ما أدركته وربما تدرك أبنائك وربما تدرك أحفادك بعضهم يدرك أبناء أحفاده فعليك أن تخطط كيف تحفظ دينك في أجيالك تعرف ماذا يعني إذا لم تنتبه لابنك أيها المهاجر سيذوب ابنك في المجتمع سيقلدهم في كل شيء حتى في دينهم وأقسم بالله العظيم حدثني مرة رجل من أقراني قال لي ابن خالتي ابن خالتي ذهب وهو صغير مع أهله إلى بلاد الغرب قال والله مرة أرسل لي رسالة كتب في بدايتها باسم الرب والابن والروح القدس الإله الواحد ببسملة النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة الذين يقولون عيسى ابن الله ويقولون عيسى هو الرب والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوة كبيرة ما المسيح وأمه إلا عباده من عباد الله فوصلوا إلى هذه المستوى لماذا؟ أبوه لم يراقبه لم يقول له ماذا تدرس لم يقول له مع من تمشي لم يقول له بماذا تفكر لم يقول له يعني ربما لا يقولون له ما هي عقيدتك ما حكم الأب هل يكفي الأب أنه مات وهو يقول لا إلا هلا الله محمد رسول الله وذوب أبنائه في المجتمع حتى ارتدوا وكفروا هذا الأب سيبوء بإثم ابنه وأبناء أبنائه وأجياله إلى يوم القيامة هذا الابن صار كافرا أبنائه سيكونون كأبيهم وهكذا أحفاده إلى يوم القيامة باء الأب بإثمهم جميعا هذا الذي لم يجعل لهجرته رؤية واضحة عليك أن تحفظ الإسلام فيما أدركته من أجيالك جميعا هذا إذا كنت تريد أن تهاجر خطط أن تجعل هجرتك في سبيل الله سبحانه وتعالى وليس كهجرة الدواب التي تواجر بحثا عن الطعام فقط وبحثا عن رغيد العيش فقط اجعل هجرتك أن تكون في سبيل الله تعلم لغة القوم ادعو ولو واحدا إلى الإسلام اشرح الإسلام لا تعرف لست متخصصا ليس عذرا الآن بإمكانك لو فقط فتحت اليوتيوب طرق الدعوة إلى الله تجد كيفية نقض هذه العقيدة كذا بالمجتمع الذي أنت فيه مجتمع يهودي مجتمع نصراني مجتمع وثني اكتب ستجد أدلة عقلية يمكنك أن تقنع فيها من تشاء لتكون هجرتك كهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاصة على المهاجر أن يقتدي بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل هجرته في سبيل الله وليس للملء البطن فقط وإلا فسيشترك مع الدواب بنفس طريقة الهجرة ألا يغير ولا يبدل في الثوابت ألا يتنازل عن الدين والأخلاق وأن يراعي وينظر إلى عائلته وإلى من استرعاه الله تعالى عليهم فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه إذن الهجرة واحد من أمرين إما أن تكون لله ورسوله وهذه من أعظم الأعمال ولنا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة وإما أن تكون انحلالا من الدين والأخلاق ونسأل الله تعالى السلامة والعافية نكتفي بهذا القدر أخواني الكرام لنترك الجزء الباقي لما وردنا من أسئلتكم في ركن الفتاوى إذن نأخذ الآن فاصلا نستغلب الاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الله والله جليس من ذكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواني الكرام مرة أخرى وصلنا إلى ركن الفتاوى ستكون حلقة اليوم للإجابة على ما وردنا من أسئلتكم عبر تعليقاتكم لأنها كثرت وإلى الآن لم نأخذ حلقة لإجابة على أسئلتكم التي وردت ويعتب بعض الإخوة وهذا من حقهم يقول النرسي الرسائل ولا تجيبون لكن كما تعرفون الأسئلة كثيرة وقد لا يكون الوقت متاحا للإجابة على ما وردنا من أسئلتكم لذلك هذه الحلقة نعتذر عن استقبال الاتصالات وسنجيب على ما وردنا من أسئلتكم أو على بعض ما ورد من أسئلتكم ونبدأ على بركة الله تعالى أحد يقول سؤال كررته كثيرا ولم تجيبوني نفس السبب كما ذكرنا يعني أن لا يكون أحيانا عندنا مجال الإجابة على الأسئلة بسبب اتصالات الإخوة المهم يقول صاحبي توفاه الله يصوم ويصلي بوقتها وملتزم بالأذكار لكن عنده شيء عدم إكرام الضيف لأنه بخيل ويتكلم بالغيبة هل هذه الأمور تحبط عمله؟ بالنسبة لعدم إكرام الضيف يعني ربما لا يدعو الناس إلى بيته بعض الناس عنده مسألة البخل ما يعزم أحد ما يدعو إلى أحد هو الهلو آثم لا ليس آثما يكون آثما إذا دخل عليه الضيف ولم يكرمه بحيث تركه جائعا لا هذا لا يجوز حرام لكن الإكرام الزائد على الحد نحن ماكو واحد عندنا يجي الضيف وقول له ما نطيك أكل لكن هناك من يعطي طعاما يسيرا وهناك من يبالغ في الإكرام يعني كل إنسان وشأنه هو ما دام يعطي طعام للضيف ليس مطالبا بأكثر من ذلك الإكرام أفضل لكن يعني إلى عدم لا بلغ حد الإسراط لكن عموما إكرام الضيف عبادة عظيمة جليلة القدر بالنسبة لهذا الأمر هين إن شاء الله ولا يترك الضيف جائعا بلا شك لكن لو تركه جائعا هذا يكون يكون آثما على إتيحال لكن هل يمحبط للعمل؟ لا ليس إلى هذا الحد لكن البخل مذموم البخل مذموم جدا عموما هو لا يحبط العمل مسألة الغيبة الغيبة خطيرة لا تحبط العمل لكن المشكلة كفارتها أن أن يغفر له المغتاب الغيبة من الكبائر ومن قبائح الذنوب ومن يعني حقيقة من ضمن أكثر المتحسرين يوم القيامة آكلوا المال الحرام وصاحب الغيبة تدري ليش؟ شايف لما واحد يشتغل كل النهار يشتغل كل النهار وش يشتغل عماله حمل على ظاهره اللي بلوك وإلى أن ينهد حيله وجوع ويتعب وما يبقى بيحيل حتى يمشي يجي يقول لهم ما راح أمطيك الكروة الكروة والله تعبان وكسر ظاهر يقول لا راح أمطيها مكانك فلوسك ما تعبك لفنان وإذا أمطيها الواحد أصلا تكره ما تحبه شي صير بيك هذا ما ستراه يوم القيامة تجد رفسك قد صليت وصمت وتصدقت ثم تنتظر حسناتك وأنت واقف يوم الفزع الأكبر تنتظر حسناتك وإذا قيل لك هذه حسناتك ثواب صلاتك وثواب صيامك وثواب صدقتك وثواب أذكارك راح تروح لفلان اللي تكره راح يتنعم مياه بالجنة زين وآني طبك مرض كل شي ما إلك لا ومو بس كل شي ما إلك راح أخذ سيئاتها مع صياد ابن عليك ليش هذا اللي كنت تغتابه انت أكيد تغتابت تكره ولا تحبه تغتاب اللي تكره أعطيته حسناتك وأخذت من سيئاته هذا حالك يوم القيامة أنت لي اختاريت نفسك بسبب الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون من المفلس؟ قالوا المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع ما عنده فلوس قال لا المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام كالجبال حسنات كالجبال لكن اغتاب هذا وقذف هذا وأكل من ماله هذا فأعطى هذا من حسناته وأخذ من سيئاته هذا فبعث يوم القيامة مفلسا فمسألة الغيبة خطيرة جدا احذروا يا أخواني وإحذرنا يا أخواتي الغيبة خطيرة جدا الغيبة ضياء السنين ضياء العمل وضياء التعب هذه الغيبة فعلينا أن نكف ألسنتنا هذا اللسان ثعبان يلدغك أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه قال أونحاسب بما نقول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم انتعب لك لسانهين العين خطرة إذا نظر الإنسان إلى ما لا يرضي الله لذلك جعل لها وقاية جفون تغطيها عندما جعل الله لها شيء يغطيها إذن إحذر ما دام لها غطاء إحذر لها وقاية اللسان جعل الله تعالى له غطاءين غطاء من اللحم وهي الشفاء وغطاء من العظم وهي الأسنان ليبين خطورته ورغم ذلك نفتح نحن هذه الحصول ونطلقه على ما يرضي وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى سأل الله أن يجرد ألسنتنا من هذه المنكرات فاحذر والغيبة بالنسبة لصاحبك مات وهو عنده غيبة لا شك أنه على خطر لذلك أدعو له وكثر له من الدعوات والاستغفار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له لكن عموما يعني ألغيبة خطيرة على صاحبها يقول أخ ما حكم استعمال هذا الرمز في الواتساب الرمز الذي باليدين هكذا أحيانا لما واحد يريد يقوله شكرا أو كان مادا يدعي له يرسل للرمز الذي قال باليدين هكذا هل صحيح أنها تحية الأصنام أو ما شبهها طيب وما حكم الدعاء للحصول على وظيفة معينة بالنسبة لهذا الرمز هذا الرمز وضعه الواتساب للهندوس من المعروف أن تحية الهنود فيما بينهم بهذه الطريقة ولو رأينا أوثان الهندوس الأصنام التي يعبده الهندوس والهندوس عبادة تكثر في الهند وما حولها يعبدون تسعة أوثان يعبدون تسعة أوثان ويقدسون الحيوان البقر هذا معروف عند الهندوس لو رأينا صور هذه الأوثان لو وجدنا ضمنها مرأة زرقاء وهذه الإشارة توجد عندهم في كتابهم المقدس والهندوس عندهم كتابان مقدسان هما مها بهارتا ورمايانا مها بهارتا يسمى الكتاب الإلهي أو هكذا والرمايانا الكتاب النبوي نسبة إلى رما وهو يعني عنده مثل نبي ومها بهارتا للأوثان يعني فعندهم هذه الإشارة مقدسة وضعها لهم الواتساب وقد وضع المسلمين هناك كفين مفتوحين بهذه الطريقة وضعها لها الواتساب للمسلمين الواتساب وضع رموز لكل الديانات تجدون الصليب وتجدون النجمة الصهيونية وتجدون الكعبة في رموز الواتساب كلها موجودة لأنه يستعمله كثير من الناس فوضعوا هذه الطريقة للمسلمين تجدونها في قائمة الأشخاص أو الأياد تجدون هذا المسلمين استعملوه أما هذا فلا تستعملوه نحن لا نقول حرام وكفر لأن الناس تجهل لكن في الحقيقة هو الواتساب لم يضع هذا المسلمين وضعه للهندوس وضع المسلمين هذا الشكل نعم سؤالك جميل ما حكم الدعاء الحصول على وظيفة معينة يجوز لا مانع المهم أن تكون الوظيفة سليمة وظيفة مالها حلال تحافظ فيها على دينك وشرفك نعم طبعا مو إنسان يدعو يصير مغني ولا يدعو يسوي حفلة ولا يدعو يصير راقص مثل بعض المغنين يروح العمراء يدعو الله سبحانه وتعالى ينجي حفلاته هذا من التعدي في الدعاء لو يرفع عيده ويدعو الله سبحانه وتعالى لا وكل وقاء حينزل مقطع بالحرم مغني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتنجح حفلاته ويرضع عليه جمهورة لا حول ولا قوة إلا بالله تدعو الله أن يؤثر لك أن تعصيه هل تدعوه؟ تعرف؟ تدعو الله أن يؤثر لك المعصية هذا من أعظم التعدي بالدعاء لكن وظيفة شريفة مالها حلال نعم أدعو الله تعالى إن شيئت فادعوه حتى في سجود صلاتك أخو يسأل يقول نحن نستخدم عبارة الخاطر الله هل هذه جائزة؟ يعني هي الخاطر الله معناها لأجل الله هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن كلمة الخاطر الخواطر كذا هي لا تليق بالله تعالى من حيث المعنى لكن ما نقدر نقولها لقولها عاصي وآثم لأن المعنى المتبادر إلى الذهن لما واحد يقول لك الخاطر الله بمعنى لأجل الله بمعنى لأجل الله باللهجة العراقية يقول الخاطر الله في بعض البلدان مشان الله بعض البلدان كرمال الله يعني كلها تنصب بمعنى واحد كلها تنصب بمعنى واحد المعنى يكون لأجل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ليس في هذه مشكلة طيب أخ يقول أنا على المعتقد الاثنائي عشري طيب أهلا وسهلا يقول ما هو الدليل على أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق والقرآن لم يبين هذه المسألة ما هو الدليل على أن القائل الذي كان في الغارة أبو بكر الصديق الدليل هو كتبونا وكتبكم يعني هل كل شيء تجده في القرآن الكريم طيب أنت مثلا تقول بالولاية وتقول بعيد الغدير ونحترم طبعا نحترم آرائك ويجب عليك أن تحترم آرائنا يعني نحترم الخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم تهادا حتى مع الكفار واحترم خصوصيتهم وفد نصارى نجران لما دخلوا إلى المسجد طلبوا من رسول الله حانموا عد صلاتهم طلبوا أن يؤدوا صلاتهم وهم يقولون أن عيسى بن الله فاحترم خصوصيتهم وسمح لهم أن يؤدوا صلاتهم في مسجده فعلينا أن نحترمكم وتحترمونا بغض النظر عن الاختلاف الاختلاف موجود والله تعالى قاله في القرآن الكريم ولا يزالون مختلفين فاحترم رأيي واحترم رأيك طيب فأنا أحترم رأيك أنت تقول بالولاية وتقول بالعيد الغدي وهي ليست موجودة في القرآن الكريم تريد أن تسأل وتقول لماذا أبو بكر الصديق لم يذكر في القرآن الكريم ولم يذكر لا علي ولا عمر ولا ما ذكر أحد باسمه إلا زيد فلما قضى زيد منها وطرنز دوجناك طيب نأتي ما الدليل على أنه أبو بكر الدليل في كتبنا وفي كتبكم أنه أبو بكر وإن شئت فارجع إلى كتاب بحار الأنوار المجلسي وهو من كبار كتب الإخوة الشيعة الاثنين عشرية يذكر وفي كل كتبهم هو لا يختلف أحد أن الذي كان في الغار والذي نال هذا الشرف هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضى نعم أخون يقول ما هي الفضيلة لأبي بكر في الغار يا أخي وهل يصح وهل يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي كيف لا تكل أبي بكر فضيلة في الغار وقد ذكر في القرآن الكريم بالمعية الإلهية ثانية اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا يا إلهي شو أكفضيل أكثر من هذه وقد ذكرت في القرآن الكريم الذي نؤمن به نحن وأنتم هذه فضيلة عظيمة ولو لم يكن لأبي بكر من فضيلة سوى أنه حفظ السر هو لو لو تكلم لراه الكفار وقد وقفوا بفم الغار لو نظر أحدهم إلى قدميه يقول لرآنا لكن الله سلم لم يراه يعني وجعلنا من بين يديهم سدهم من خلفهم سدنا فشينهم فهم لا يبصرون لو لم يكن له إلا أن حفظ السر وحفظ السر هنا هو حفظه للإسلام لأنهم لو أمسكوا رسول الله لقاتلوه مباشرة لإعداما ميدانيا مطلوب بمئة ناقة تمام لكن حفظ السر كيف لا تكون هذه منقبة يعني يا إخوان يعني لا تبيعوا عقولكم للمتكلمين يجي واحد يقول لك شو الفضيلة وضعوا يا بالغار شو الفضيلة هو تلقى بالطريق واخذوا يا يا أخي وخلص قال لك أنت صدقت يا عقل ما عندك هسا علم ما عندك يا عقل ما عندك كيف لا تكون فضيلة وقد حفظ الإسلام في ذلك الغار الإسلام كل دين الله كل موجود بذلك الغار كان الإسلام انتهى لو لا ذلك ذلك الموقف كيف لا تكون منقبة تقل الله طيب هنا أخ يسأل يقول عمي قبل أن يتوفى قال وعمي صاحب أملاك قال لأبنائي الكبار سأعطيك أنت هذا البيت وسأعطي هذا قطعة أرض وسيارة بشرط أن تتنازلوا عن إرثكم من البيت الكبير لإخوانكم بعد ذلك تنازلوا ثم لما توفي عمي الآن جاء الأخ الأكبر والآخر يطالبون الصغار بالبيت الكبير ويقولون نحن ورثة هل كلامهم صحيح يعني حقيقة هناك أخطاء يقع بها الآباء نعم يستحقون من الإرث تعرف لماذا أولا هناك فرق بين الإرث والهبة الأب أعطى الإبن الكبير بيت خلاص هذا البيت إليك تمام وهذا أنت الثاني لقطة أرض وسيارة خلاص تنازلوا من البيت الكبير لأخواتكم الأصغار قالوا لا تنازلنا مات الأب هل يستحقون من الإرث الأب الكبير الأبنا الكبير والصغير نعم يستحقون من الإرث تعرف ليش لكن هو مروءة وأخلاقا والتزاما بالكلام مع الوالد يفضل لهم أن يفضل لهم أن يتنازلوا راح تقول زينهم ما متنازل يا أخي تنازلوا عن شيء لا يملكانه تنازلوا التنازل عن الشيء قبل ملكه هذا التنازل ليس له أثر تدري ليش واحد تنازل عن شيء هو بعد ما ملكه هذا البيت الكبير ملك للأب متى صار ملكه للورثة بعد وفاة الأب طيب لما الأب الأبناء الكبار ذولا قالوا إحنا تنازلنا أنت تنازلت عن شيء ما تملكه فهذا التنازل باطل تنازل عن شيء لم يملكه بعد إيش وكي تصير الملك يصير الملك الملك بعد وفاة الأب طيب والبيوت الاخذوهن اخذوهن أبوهم انطهم يا بكامل عقله وقدراته العقل انطهم البيت هذاك ما يعتبر ورث ذاك يعتبر هبة لكن مروءة وخلقا وحفاظا على الكلمة مع الوالد يفضلهم أن يتنازلوا عن البيت الكبير لأبنائهم حتى ما يكونوا ظلمة ولكن هل هم مستحقون من البيت طبعا مستحقون الأب لم مات فأمواله بعد الموت تنتقل إلى جميع الورثة لكن كما قلنا خلقا ومروءة يتنازلون لإخوانهم لأنهم وعدوا فهذا هو وعد وعد ليس كثير وعد وليس تنازلا التنازل عن الشيء قبل ملكه لا يحدث أثرا نعم لا يحدث أثرا أخ يقول هناك رجل أحب فتاة وهي أيضا تحبه ويتواصلون الآن فيما يتواصلون الآن فيما بينهم ولكن بنية الزواج بنية الزواج ماذا تنصحهم ليكون زواجهم مباركا وهل هذا التواصل بينهم حرام إذا كان بنية الزواج لا شك أنه حرام من أحب فتاة فليأتيها من الباب وليس من الشباك التواصل بواسطة وسائل التواصل هذا خرق للدين وخرق للأعراف وخرق للشرف وهذا دخوله من الشباك وليس من الباب تحبها اذهب وطرق الباب عند أهلها واخطبها على سنة الله ورسوله واسأل الله أن يوفق بينكم فهذا التواصل لا يجوز نصيحتي لهم هو يقول ما نصيحتك لهم إذا كان ل يعني ليبارك الله تعالى بزواجهم نصيحة أن يتركوا التواصل لأن هذا الأمر يغضب الله وإذا أغضب الله سبحانه وتعالى فلن يبارك بينهم وكثير من الحالات حقيقة بما يردنا من أسئلة وما يردنا من بعض الأمور تعرض علينا بحسب السؤال أنهم يقولون سبحان الله لأننا يعني تواصلنا كأن الله سبحانه وتعالى رفع عنا عناية ورفع البركة ولم يستقم هذا الأمر ما صار يقول ما صار الغفلة يعني صرف بيننا هذا الأمر وقدر الله قدرا يصرفها عني أو يصرفني عنها نعم رفعت عنكم عناية الله سبحانه وتعالى لأنكم عصيتموه فإذا أردت لأمر فإذا أردت لأمر أن يستقيم فعليك برضاء الله سبحانه وتعالى وسيسهله الله تعالى لك أخ يسأل يقول ما معنى يمحق الله الربا يمحق الله الربا ما هو المحق المحق أشد من القطيع وأشد من القطع وأشد من الإتلاف يعني عندما أقول إنسان محق الله مالك يعني أتلف الأصول والربح أتلف راس المال والربح أصرت مديون فوقه يعني أصرت ملكك بالسالب فكأن الله سبحانه وتعالى عندما قال يمحق الله الربا ويرب الصدقات إذا عندك مبلغ من المال حلال شغلت وجاك مبلغ من الحرام هذا الحرام راح يتلف ويتلف ويا الحلال يتلف المال الحرام تخموك وكل فلوسك حرام عندك ألف دينار أخذت عليها الربا ميتين هاي الميتين حرام أما الأصل فهو حلال لكن هاي الميتين حرام راح تتلف وتتلف وياهنا الحلال الله يطلع لك باب يروح نفلوسك كلها هذا المحق العرب كانوا قديما يعرفون أن مال الربا مآله إلى المحق مآله إلى المحق مال الربا لذلك كان أحدهم إذا أراد أن يدعو على أحد قديما هذا قبل الإسلام يقول محقك الله كمحق الربا لأنه مجرب عندهم محقك الله كمحق الربا شنو محق الربا شنو قصده محقك الله إن شاء الله تموت وتنقطع ذريتك هذا قصده لما يقول له أسأل الله أن يمحقك كمحق الربا يعني إن شاء الله تموت وذريتك هم تنقطع يعني الدعوة على الأصول والفروع فكذلك الربا يتلف فروع المال ويتلف أصوله يعني يتلف حتى الحلال هذا هو معنى المحق نعم نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه نعم هنا أخ يسأل يقول زوجتي ذهبت إلى بيت أهلها أخذت قسما من الذهب وبعته دون علمي دون علمي ودون علم أهلها فقط هي ووالدتها يعرفون بذلك هل هذا حرام عليها أن تبيع ذهبا دون علم زوجها ثم رجعت إلى بيت زوجها بعد شهر بعد التراضي سألت زوجها سألها زوجها عنه فقال سقط مني وانكسر ثم بعته ما حكمها ليس حراما يعني لا يشترط المرأة عندها ذهب الذهب ملكها أم ملك زوجها ملكها أنت لما اشتريت لها ذهبا صار ملكا لها هل يحق لها أن تبيعها دون علمك نعم المال مالها المال مالها بشرط لا تتصرف بهذا المال تصرفا يغضبك يعني تلبس ربما ملابس غير تشتري ملابس أنت لا ترضى بها طريقة ملابس لا ترضى بها لكن لو أرادت أن تتصدق بهذا المال لو أرادت أن تعطي هذا المال لأهلها لا يحق لك منعها ولا يشترط لضعك أنت مو اشتريت لها ذهب وبغذاب تحت تصرفك وتحت أمرك هذا مهرها أو هذا حقها أو هو هدية هو هدية تهديه لها لذلك لا يحق لك أن تمنعها نعم طيب هنا أخ يسأل يقول أنا أو أخت تقول أنا وأخواتي لا نحب أبي أبداً ولا ندعو له بالرحمة لأنه هجرنا وعذبنا وابتعد عنا نحن وأمي هل نذنب أم يجب أن نترحم له طبعاً تذنبون بلا شك تذنبون يعني حق الأباء على الأبناء حق سماوي حق قرآني حق واجب شرعي وهو من حقوق الله تعالى أما كون الأب كان قد هجر أبناءه قد آذاهم ربما طردهم ربما ضربهم هو سيحاسب أمم الله على ظلمه سيكون قد ظلمهم لأنه كان يجب عليها أن يصلهم وأن ينفق عليهم فإذا أخطأ بحق أبنائه فسيحاسبه الله تعالى لكن يجب على الأبناء أن يبروا الأباء هذا نص قرآني ونص النبوي لا يمكن الحياد عنه فإحذري أختي أنت بعدم دعائك لأبويك لأبيك تحديدا أنت بعدم دعائك لأبيك تضرين نفسك بكرهك لأبيك تغضبين ربك بل أنت لو بررت بأبيك والبر الأعظم هو الدعاء بعد الموت أنت لو بررت بأبيك الآن يا أختي فلك أجر أكثر من الإنسان الذي كان أبوه معه حسنا الذي كان أبوه زينوية ويدعو له أنت أجرك أكبر لماذا؟ لأنك وصلت من قطعك في سبيل الله لأن الله تعالى أمرك بذلك لأن الله أمرك بذلك فأنت لوجه الله تعالى قمت بهذا الأمر يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني لاقى ما لاقى من العنت من آزر ولاقى من الأذى وكان يحرض عليه الكفار وآذر عمه الذي رباه وليس أبا له عمه الذي رباه ورغم ذلك رغم كل هذا الأذى ماذا قال؟ قال واغفر لي أبي إنه كان من الخاطئين يعني طبعا العم يسمى أبا في اللغة والجد يسمى أيضا أبا في اللغة فكيف بالأب المباشر الأب الصلبي فهذا ليس عذرا كونه آذاكم كونه هجركم هذا الله تعالى يحاسبه عليه لأنه أخطأ في حقكم لكن أنتم يجب عليكم بره المحبة القلبية لا تحاسبون عليها لكن إياك أن تظهر الكرة لا تقولي أنا أكره أبي كما ذكرت في السؤال لا يتمعر وجوك إذا ذكرت أباك بل إذا ذكرت يقولي رحمه الله الله يرحمك يا عيابة الله يغفر لك يا عيابة إياك فقط في قلبك إذا كنت لا تحبينه لا يحاسبك الله لأن القلب الإنسان لا يستطيع أن يملك خواطره لكن إياك ثم إياك أن تظهر الكرة أمام أحد لا مع أخواتك ولا مع أمك ولا مع غيرهم تمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأب باب في وسط الجنة فإياك أن تحرم نفسك من الدخول من هذا الباب إياكم أن تفرطوا بأي باب من أبواب الجنة كلما قرأتم حديثا فيه ذكر باب من أبواب الجنة فاعملوا به حتى تروا جمال الجنة كلها لا تضيعوا شيئا من جمالها فإن كل باب له جمال مستقل ونعيم مختلف أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة من أبوابها الثمانية وأن يدخلنا في جميع درجاتها وأن يستقر في الفردوس العالم يا رب آمين وقت البرنامج انتهى نلقاكم غدا إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضبتم بخير وضمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة